ترجمة نانسي قنقر طيب ونخلي بالنا من الملحوظة دي لان دي اللي بيجي عليها الاسئلة في ان احنا بنحول صفات الملكية في المفرد المؤنس الى صفات ملكية لمفرد مذكر في حالة واحدة بس اذا كان المفرد المؤنس مبدوء بايه بمتحرك طيب بالنسبة للدفوغ بتاعت الكتابي اللي انت هتكتبه وتبعطولي على جروب التليجرام هيكون حل الاكسارسيس ده اللي هو باطش 69 صفحة 69 تمام؟ هنحل الاكسارسيس الصغير ده الاكتيفيت ده على صفات الملكية طيب بالنسبة لجزء الحبز نركز بقى احنا اخدنا فيغب سبغوميني وصرفناه مع بعض ان هو فعل زوداميرين وحتحفظ لي كل افعال او عفوا يعني كل كلمات وافعال الوحدة الاولى من الحصة الجاية عندك الزماء عندك على الكلمات وعلى الافعال مشي وعلى لو في افعال فيها تصريفات زي الفغب ده وعلى الجرامير ده مقارن المفاعل المباشر وغير المباشر وضمير ايجغاك اللي بيحل محل الاماكن تمام؟ اتمنى لكم كلكم التوفيق بقى الحصة الجاية في الاجزاماء في الامتحان اللي هنعمله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة